تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي وطبعا صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور احمد فهمي بين الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الاسرائيلي في غزة اكد الرئيس خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عجلة للدفع باتجاه وقف اطلاق النار اشار ايضا لان الاوضاع الانسانية شديدت الخطورة فضلا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة واللي بتطلب موقف دولي حازم يهدف لحقن الدماء وانفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية كما استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر على المصار الانساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة اهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال عدد من الحالات الحارجة في المستشفيات المصرية وذلك الى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد لإطلاق عملية سياسية لحياء مصار السلام ويعمال حل الدولتين هو ما سمنه رئيس الوزراء الهولندي وكمان رئيس الوزراء الهولندي وجه الشكر للرئيس على الدورة الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بإجلاء الرعاية الأجانب من القطاع وتنسيق إيصال المساعدات الانسانية والدافع في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة طبعا احنا عارفين انه دي سياسة مصر والسياسة مصر طبعا لن تتغير ترجمة نانسي قنقر